جمال برضو كنت عايز أسألك عن هل فيتوريا كان عايز يضم لعيبة تانية وفي آخر لحظة ما دمهاش؟ خليبت فينا كابتن أنه هو كان عنده الفترة اللي فاتت يمكن فيتوريا دايماً بقولها لأنه كان محظوص أنه لما تولك قيادة منتخب مصر ما كانتش فيه موشات رسمية فإدري ياخد بسرعة على الأجواء وإدري يعرف الدنيا ماشي إزاي واللعيبة ويتفرج بأكتر من كارلوس كيروش كمان لأنه كان جيه في وقت صعب جداً فلعب ماتش نايجور ولايبيريا في ماتشات وديا في سكندريا فكان عنده بيجيب قائمة كبيرة جداً ثم مبارات برجيكا كمان كان جاب قائمة كبيرة ولو تفتكر قسمها الماتشين وهكسب فلما جي الماتش ده كان فيه بعض اللعابين في الدولة المصر كان عاوزه فيه ناس لإصابة حرابيتهم زي حسين الشحات أنا عارف أن حسين شارك في مبارات القط ولكن أنا أبأكد لك أنه كان الجزء الفني كلم حسين الشحات ونتم موجود معانا في الفترة اللي كان بعد مبارات صندونز 2-2 ولكن طبعاً حسين كانت الإصابة غايبته فالراجل ما حبش أنه هو يكون حسين كمان موجود لأنه حسين لسه برضو مش اللي هو الفيت مية في المية كمان محمود متولي الإصابة كمان حرامته لأنه المتولي كان موجود كمان في معسكر فيتوريا ويمكن ده مش المرة الأولى لمحمود متولي أنه يتصاب لما راح برضو مع فيتوريا في معسكر بلجيكا تصاب في أول تمرين ليه في السادة القهيرة كمان لقيب التالية عمر السلاي الراجل نفسه يشوف ورضو عمر السلاي بيصادف سوق حظ كبير جداً أنه لما بيرجع بيكون إما القايمة تعلنت إما بيصاب قبل القايمة يمكن التلات لعبة دولة من نادر آلي اللي كانوا هيكونوا موجودين يعني كنا نادر آلي هايب عشرة آه كان هايب عنده لعبة كبيرة جداً في المتخم كمان يا كابتن اللعيب يمكن اللي من برة كان أحمد الشيخ لعب فريق غزل المحلة ده في الدوري يمكن الشيخ كمان كان يبقى لك كده بشكل شبه يعني يودي أن هو هيكون موجود في المعسكر بس طبعاً الراجل فضل أنه يكون موجود أحمد عبدالقادر موجود في الحتة دي لأنه برضو عبدالقادر منافساته أعلى والراجل دائماً بيتكلم مع الجهاز الفني أنا عارف أنه ده لعيب كويس وفيه لعيب كتير كويس بس ده لعيب بينافس في مستوى كاسعلمان ده بينافس دورة أبطال أفريقيا فعنده قدرة لما يدخل في المجموعة على طول هيقدر أنه هو يأدي كمان اللي أنا عرفه أن الراجل طبعاً يمكن اللعيب الوحيد اللي كان برح سباته طبعاً طوال الشهر اللي فات وما كانش بيفكر هو كان عوات ما كانش بيفكر في ضمه هو راجل كان حاسم قراره بصبحي لو تفتكر في المعسكرات اللي فاته كان عنده الشناوي واحمد وطبعاً محمد صبحي وكمان عوات وكان دائماً بيخرج صبحي في الآخر كده قبل المباراة الودية ولكن هو الراجل من قبل ما صبحي ياخد على طول وكان من قرر أنه حارس الثالث يكون شاب صغير يكون موجود بقى محمد الشناوي واحمد الشناوي حاجة برضو الناس كنا تتكلم فيها وأنا عايز أحسامها قصة الحارس الأول منتخب مصر أنا بقول لك الحارس الأول منتخب مصر سيظل محمد الشناوي والراجل ما تهزش خالص في توريا والراجل شايف أن الشناوي هو اللي موجود كحارس السيس منتخب بصر والنهار ده كان فيه جلسة كتير جداً مع كل اللي عابين وبيتكلم معهم بكل ريحية أنه أننا زي ما احنا وأننا قوام واحد ونحنا منفصلين تماماً عن أي نتائج تانية وكمان برضو من حاجات الفيتوريا الفيتوريا بيدي لكل لعيب أخطاءه في الفترة اللي فاتي كلها في الدور عشان يتفرج عليها ويحاول أنه يتخطها كمان بيتكلم في القصة طبعاً مجرد هتكون في السادي الدفاع الجو إن شاء الله خلاص بشكل مؤكد بحضور عشرين ألف بإذن الله يكونوا بيصندوا لمنتخب مصر الراجل مش هيجري كتير جداً تغيرات على تشكيل تشكيل يمكن شبه سابت آه تاني يوم آه يمكن التشكيل يبقى شبه سابت المحترفين بشكل أكبر الصلاحة إن شاء الله برضو بنسبة كبير جداً هيكون موجود بكرة في التمرين فأنا بشوف أن المنتخب ماشي على خطة كويسة بس أتمنى أن النتائج تبقى أميس بقى من الفترة اللي فاتت يكون فيه أهداف أكتر يكون فيه فعالية أكتر بشكل وجود آخر استعرارات المنتخب مصر الأول يعني لهذه المباراة ومتشرح لنا برضو ملاوي بالنسبة الظروف ملاوي إيه يعني المجموعة طبعاً اتعقدت بالبفوز إثيوبيا على مصطب احنا يعني مش حابين نفكر الناس أن احنا في مركز الأخير في المجموعة احنا الوحيدين اللي رصدنا التهديفي بالسالب محتاجين ناخد الست نقاط دول نعلى التمن نعلى الكامس نعلى التسعة نقاط على الأقل تضمن مركز أول وتاني على الأقل تدخل التوقف اللي جاي بتاع سبتمبر في يونيو مرتاح وتخلص في سبتمبر الملاوي من المنتخبات اللي عندها محترفين كتير جوه قرى الإفريقية دلوقتي يعني جوه قرى الإفريقية يعني ما عادش الدنيا محلياً أو فبيلعبوا كتير منهم ثلاثة أربعة بيلعبوا في أولاندو بايرتس وساندونز والأندية دهي وكتير منهم بيلعب في دوريات شمال أفريقيا ومنهم الناس بتلعب في دوريات الأفريقيا جنوب الصحراء زي ما بيتقال يعني والمنتخب متطور واحدة واحدة ولكن أنا بشوف أن احنا يعني في الحالة المزبوطة المفروض نكسب مستريع بسكور كبيري خلينا على الأقل ندخل كمان ماتش العودة ماتش يبقى الساعة 3 العصر هيبقى في أجواء معقدة ممكن يبقى درجة الحرارة عالية رتوبة في لعبها تبقى صايمة لعبها معظمها أكيد هيبقى صايم في الوقت دواته والراجل مش عايز يتدخل في نقطة الصيام والإفطار بشكل واضح بوفق اللي بيتقلنا بزرطة هو ميكالي قالوها ما لناش دعوة بالمسألة دي تمام اللعبة دي محترفة على قدر كبير من الاحترافية عارفين هيدونا ولا لأ ولا نحس ان هو مش هيددينا هو نطلع ونطلعهم من حساباتنا بدري كان بقى هو واكل ولا مش واكل مش دي النقطة يعني لأنهما بيعرفين خصوصية الشهر عند اللعبة عند المسلم شكل عام مش شايف ان في احتمال ان شاء الله ان تحصل مفاجهات شايف ان الأمور ماشية باستقرار جيد بيلاقي جدولة مظبوطة الى حد الان المحترفين اللي جايين انا شايف ان هم القوامة حابين يوصلوا وحابين فكرة الراجل في اجواء عامة بين اللعبة يا كابتن ان الراجل ده لازم يكمل تجربته على المدى الطويل وان اللعبة الكبيرة في منتخب مصر لمسين قوة شخصيته وفرضها على المنظومة كلها والنقطة دي مهمة جدا والنقطة دي كانت النقطة اللي محببة كل اللعبة دي في كارلوس كيروش لان الجيل ده من اللعبة ما شافش غير كوبر كيروش وفيتوريا دلوقتي اللي فعلا قدروا يفردوا سياساتهم على منتخب مصر وعلى المنظومة القروية في مصر لان ده مش مرضي العيبة زي صلاح هو مش بوضوح وراجل ده اعلن صراحة حطر من كذا مرة انه مش راضي حتى عن حاجات كتيرة تخص التشجيع وتخص التنظيم وتخص كل حاجة في الكرة المصرية فواحد زي صلاح تم احتاج فعلا سيستم اقعد قناه واحد زي صلاح ده بمشروع اقعد قناه من المنتخب خلال فترة كذا يبقى فيه كذا وكذا وكذا بالضبط هو الرأي المهم جدا ان فيتوريا تقايم مشروعه كاملا متكاملا الرياضة المصرية مش نقصة يعني بمنطل وضوح مش نقصين تراجع احنا بنرجع عن كل الناس دلوقتي انت الهدف المرحلي اللي الرجل ده حطه للقرى المصرية مفروض تعطه ان احنا نرجع تاني على الاقل لما بنبقى في تصفيات نبقى في اول خمسة في القرى مستريح فاول تلات مراكز بحيث لو حصلت خلاص خلي بالك كمان بعد تغيير نظام كاس العالم اصبحت الامور فرص اصبر بشكل جديد تسعة مراكز ونص حداشر ولا تسعة تسعة ونص اعتقد هيفرق معك التصنيف جدا برضو جوه التصفيات نفسية يعني جوه التصفيات نفسية هيفرق جدا النظام ازود عليك برضو يا احمد في مخص بلاوي ملاوة برضو كامتن من كتر التطور اللي فيه ما عاوزين حاجة تكون شبيهة لمصر عمل ومعسكر في السعودية قبل ما ييجوا هنا ان شاء الله عشان يلعبوا منتخب مصر وكسبوا اعتقد تمانية سفر او سبعة سفر فليه في السعودية يعني هما برضو عندهم الرغبة ان هما يوصلوا ان كل الفرص الوقت في المجمعات زي ما انت والتي احمد انها تلات نقاط فكله حابب ان يسعد اسيوبيا سواء غينيا سواء مصر سواء كله عايز يسعد طبعا بالزبط موسيقى